استجابة لدعوات أطلقتها منظمات صهيونية لاقتحام المسجد الأقصى المبارك يومي الأحد والاثنين جددت مجموعات من المستوطنين اقتحاماتها لباحات المسجد تحت حماية شرطة الاحتلال التي أغلقت المصنى القبلي بالسلاسل الحديدية لتأميل هذه الاقتحامات الفلسطينيون كما في كل مرة واجهوا قوات الاحتلال والمستوطنين بما يملكون من وسائل متاحة لديهم ومن بينها الرباط في المسجد الأقصى والذي شددت على أهميته في هذه الأيام كل من هيئة علماء فلسطين ورابطة علماء فلسطين تزامن الاقتحامات مع الذكرى الخامسة والخمسين لنكسة حزيران له مدلولاته العميقة خاصة مع استمرار تداعيات الحرب التي خاضها العرب مع الكيان الصهيوني عام 1967 على المنطقة العربية بأكملها حتى يومنا هذا فلم يقتصر الأمر على ما خسره العرب حينها من أراضي في القدس والضفة الغربية وغزة إضافة إلى مرتفعات الجولان السورية وشبه جزيرة سيناء المصرية بل كان هناك الملف الأخطر الذي نشط بشكل مكثف منذ عام النكسة وهو الاستيطان الصهيوني في القدس والضفة حيث عمد الاحتلال إلى ضم القدس واعتبرها عاصمة أبدية لدولته المزعومة كما اتبع سياسة تهجير وهدم منازل الفلسطينيين بهدف تهويد الأراضي الفلسطينية وتوسعت المستوطنات بشكل كبير عاما بعد آخر خاصة فيما بات يعرف بالقدس الشرقية وكذلك في مدن الضفة التي حوصرت بجدار الفصل العنصري ومنذ عام 1967 وحتى الآن تتجسى التفاصيل هذه النكسة بما يدور في الأراضي المحتلة من انتهاكات صهيونية متزايدة يقابلها صمت عربي مشين وبما شهدته المنطقة العربية من نكبات متوالية ما بين احتلال العراق والأزمات التي تشهدها سوريا واليمن وليبيا وكذلك الانقسامات في الصف العربي وموجات التشرد واللجوء التي لم يسبق لها مثيل وغيرها من الأحداث المؤلمة التي ما كان لها أن تقع لو استوعب العرب جيدا دروس نكسة حزيران